في لبنان اليوم عشرون سدا منشأا أو قيد الإنشاء تتوزع هذه السدود على مختلف المناطق اللبنانية وهي قد تستعمل لتوليد الطاقة أو الراي أو تأمين مياه الشفا ولكن بعد تكريرها أبرز السدود المنشأة هي سد القرعون في البقاع الغربي وهو أقدم وأكبر السدود وهو يستعمل لتوليد الطاقة والراي في مناطق البقاع الغربي والجنوب سد شبروح في قضاء كسروان وهو يغذي قرى وبلدات كسروان بمياه الشفا سد بريسا في قضاء المنية الضنية لكن هذا السد الذي انتهى في 2013 فشل في تخزين المياه بعدما بدأت المياه تتسرب إلى باطنه إذن لا استفادة منه اليوم عدد من السدود هي قيد الإنشاء بحسب الخطة العشرية للمياه أبرز هذه السدود سب عتد كنعان في قضاء كسروان الذي من المفترض أن يغذي قرى من كسروان ومن المتن الأوسط والأعلى سد لمسيلحة في قضاء البترون ومن المفترض أن يغذي قرى البترون الساحلية والساحل من طرابلس إلى جبيل سد بصري في قضاء الشوف وسيغذي بيروت الكبرى سد إبل السقي على نهر الحصباني وإذا أنشئ سيغذي منطقة الجنوب سد جنة في قضاء جبيل وهو سيصبح ثاني أكبر سد بعد سد القرعون ومن المفترض أن يغذي مناطق جبيل وبيروت وسد بلعة في قضاء البترون وستستفيد منه قرى البترون الجردية والوسطى لكن عددا من هذه السدود الجديدة منها سد جنة وسد بلعة يثير جدلا كبيرا اليوم فما هو وهل السدود فعلا الحل الأنسب لتخزين المياه في كل المناطق موسيقى